إمتى بتحصل الإفاقة بقى؟ هي دي المشكلة بقى بتحصل الإفاقة لما هذه الخيانة في ظل الاحتواء البديل بتتعرف ويبدأ ضميره يصح وفي بعض الأحيين لما الزوج بيسأل عن الخيانة بتبقى المشكلة أنه بيسأل بتفاصيل كأنه في النيابة وبيقعد يحقق في تفاصيل 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 مع زوجته حتى في بعض الأحيين بيطلب منها تمثل جريمة الخيانة وده بيخلي الزوجة في حالة تستبيع في بعض الأحيين وهو الزوج بيظن أنه هو ساعتها أنه هو كده بيحاول يخليها تتعافى من الخيانة لكن ده مش في مصلحة الأزواج فمن البداية الطريقة دي طريقة التحقيق والحكاية دي مخالفة لمبدأ الستر فلازم يكون الزوج محدد قرار هو عايز إيه؟ عايز يستر ولا لا؟ فالستر ليس مفيد للمستور فقط ولكن كمان مفيد للمستور عنه لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وضح قضية الستر خل قضية الستر لها فوايد مجتمعية من ستر مسلما بالإطلاق ستره الله يوم القيام فمسألة الستر مسألة مش بس فردية لا دي مسألة كمان بتعود بالمصلحة على الأسرة كلها يبقى احنا لازم نكون واضحين إيه بقى اللي بيخلينا ممكن نبص للمسألة دي وإحنا بنحاول بقدر الإمكان نوصلح بقول لي الزوج في بعض الأحيان خلي بالك بعض الأوقات لما الإنسان بيروح ويبقى عنده هذا الطفان من العواطف على فكرة ممكن يكون تعرض لشيء استثنائي في حياته يعني هو هي وصغيرة ممكن تكون تعرضت لشكل من أشكال التحرش أو شكل من أشكال الاختصاب في السن صغيرة ولذلك بيتفتح ينيع على مسألة ملف الجنسي وطلب الاحتواء العاطفي في وقت في غير أوانو وده على فكرة مش معناه أن احنا بنبرر الخيانة الخيانة ليست لا تبرر بأي سبب من الأسباب لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال قد الأمانة لمن اقتمنك ولا تخل من خانك ولذلك ليس هناك أي مبرر للخيانة بس احنا بنحاول نفهم عشان نقدر لما نيجي نعالج الموضوع ده نعالجه بشكل صحيح لما الزوجين اللي وقعوا في مشكلة الخيانة بيتعاملوا مع بعض وبيقربوا من أي مصدر من مصادر الحكمة زي مثلا يروحوا لطبيب معالج أو مستشار بيحصل تقوية للرشد وللعقل وللحكمة مش للجانب اللي بيتعلق بالنزوة وتبدأ حياتهم تهدى ويحسوا أن الأمور اتحسنت ويبدأوا يقتربوا من ربنا سبحانه وتعالى ويأخذوا بالهم من ولده طب هذه اللحظة تستثمر ولا لا تستثمر الزوج المقرر يبقى مع زوجته بعد معرفته بهذه الخيانة وخاصة لو كان ما وصلتش إلى مراحل سيئة فأنام من الإبعاء ترجمة نانسي قنقر